اشتركوا في القناة اذ حفلت بالتحديات التي استوجبت عملاً دقوباً بناءً بيننا جميعاً سواءً على المستوى الوزاري أو على المستوى السادة المندوبين الدائمين لقد تفعلت الجامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر إبريل الماضي فتن معقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 إبريل 2023 تلا اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو 2023 أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو 2023 والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة ووضعت إطاراً لألية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق هدنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله وبما يحقق أمن شعبه الشقيق ويردع محاولات التدخل الخارجي في شؤونه وقد عقدت مجموعة الاتصال العربية اجتماعيها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة لتنسيق وهود التواصل مع أطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة والتواصل إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار شهدت الرئاسة المصرية كذلك استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت إليها جمهورية مصر العربية يوم 7 مايو 2023 تلك العودة التي تمهد لدور عربي أكثر فاعلية في مساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز أزمتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن وأدمت قلوبنا جميعا لقد أكدنا في قرار عودة سوريا على ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وهزيمة الإرهاب واتخاذ خطوات عملية وفعالة لتندرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتتويجا لهذه الجهود وبدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمعت لجنة الاتصال الوزرية العربية المعنية بسوريا هنا في القاهرة يوم 15 أغسطس الجاري لمتابعة تنفيذ بيان عمان وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمنا ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها ومما لا شك فيه أن انضمام جمهورية العربية السورية إلى بياني عمان والقاهرة هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النواية وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة ودعم المجتمع الدولي لها وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا هذا وفي خدم الأحداث المتتلية لمختلف الأزمات حرس المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متبعته الحثيثة وبذل جهوده من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية وما تتعرض له من تحديات غير مسبوخة فعقدت الجامعة جلسة طريقة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو 2023 تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية وعلى رأسها الموقف العربي المتصق مع الشرعية الدولية بأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب إنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى الخطوط الرابع من يونيو 1967 وأقامت الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدسة الشرخية كما عقدت الجامعة اجتماعا طارئا على مستوى المندبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهكات المسجد الأقصى يوم 5 إبريل 2023 وأحداث جانين يوم 4 يوليو 2023 وتحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفدي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وأكدنا ولا أزال إن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو كان وصيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلامة العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام وحجر الزاوية من أجل التوصل لسلام والتعايش في الشرق الأوسط صحاب السمو والمعالي السادة الحضور لقد تبنى مجلسكم المؤقر على المستوى الوزاري خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالتها منها جعل البند المتعلق بقرار السد الإثيوبي بنداً دائماً على جدوى الأعمال وقرارات الاجتماعات الوزرية والقممة العربية القادمة وهو ما يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب ويجعل ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها وأود الإشارة إلى البيانة الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجميع العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع كذلك تبنى مجلسكم الموقر خلال الدورة السابقة عدداً من القرارات التي خطبت الشواغل العربية في ملفات شديدة الحيوية كالملف الليبي الذي شهد خراره إعادة التأكيد على تطلعنا لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئيسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ودعم جهود لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية المشتركة وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزخة من ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي وإنجاز المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وكذلك أصدر المجمس القرارات الخاصة باليمن وتلك المعنية بالتدخلات الخارجية في الشؤون العربية ومواجهة الإرهاب كما تضمنت الشادة برئاسة واستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 وإقرارا بمخرجاته وترحيبا برئاسة الأشقاء في الإمارات العربية للدورة الثامنة والعشرين منها وغيرها من القرارات تناولت مختلف المجالات الحيوية العربية وأولياتها الرهنة وحددت بوضوح المواقف العربية الجماعية منها لقد أصهرت الجامعة في الفترة الماضية قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للمستجدات والانخراط بإرادة وموضرة واضحة في معالجة الأزمات وأننا إذ نقوم اليوم بتسليم الرئاسة إلى المملكة المغربية الشقيقة بأننا نثق في قدرتها على الاستمرار في قيادة سفينة العمل العربي والإبحار بثبات وثقة وسط هذه التحديات واستكمال المصارات المشار إليها في سبيل تعزيز القدرات العربية المشتركة وتوحيد الرؤى وأخذ زمام المبادرة في معالجة ما يواجهه علامنا العربي من تحديات واستحقاقات أشكركم مرة ثانية أصحاب السمو والمعالي وأتقدم بالتهنئة لأخي معالي السيد ناصر بوريتا وزير خارجية المملكة المغربية على ترأسه أعمال الدورة المائة وستين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ولمعالي منا كل التمنيات الصادقة بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته